أصريحات بفشل إكمال الكابينة الوزارية تقابلها أخرى بوجود مفاجآت لإكمالها طرف يصعد وآخر يؤمل فبعد بدء الفصل التشريعي الثاني كانت الآمال تنعقد على تقديم تحالفي سائرون والفتحة مرشحيهم لشغل الوزارات الشاغرة خاصة بعد الاجتماعات التي جمعتهم مؤخرا لكن الواقع عكس ما يخالف ذلك تأكيد من قبل النائب عن دولة القانون محمد شياع بأن سائرون والفتحة فشلا في إكمال الكابينة مضيفا أنه لا يوجد أي تحرك لحل الأزمة فيما كشف النائب عن تحالف الفتحة حامد الموسوي بوجود أربعة تطورات وصفا إياها بغير المتوقعة أولها تتمثل بسحب ترشيح فالح الفياض من حقيبة الداخلية أما الثانية تتلخص باتفاق بين حزبي الإقليم على أن تكون وزارة العدل من حصة الاتحاد الوطني والثالثة التي قد تثير جدلا بعودة شيماء الحيالي لشغل منصب وزيرة التربية خاصة بعد تأكيد القضاء بعدم تورط أخيها بانتمائه لداعش اجتماعات مستمرة ونتائج لم تقطف ثمارها حتى الآن بانتظار ما ستكشفه الجلسات القادمة بإكمال للكابينة من عدمها من بغداد علي مروان قناة الرشيد الفضائية